موسيقى أهلا بكم إلى هذا الموجز تقدمت الجزائر بتعازيها الخالصة لعائلات ضحايا حادث الاستدام الذي وقع الجمعة بين عدد من القطارات شرقي الهند وجاء في بيان لوزارة الخارجية الجزائرية أنه على إطر حادث الاستدام الذي وقع بين عدد من القطارات مساء الجمعة بولاية أوديشا في شرق الهند والذي خلف العشرات من الضحايا بين قتلى وجرحة تتقدم الجزائر بتعازيها الخالصة لعائلات الضحايا ودعواتها الصادقة بالشفاء العاجل للجرحة والمصابين كما تعرب الجزائر في هذا الظرف الأليم عن تعاطفها وتضامنها مع حكومة جمهورية الهند وشعبها يضيف البيان مثل رئيس مجلس الأمة الجزائر صالح جوجيل الرئيس عبد المجيد تبون في مراسم تنصيب رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان السبت حسبما أفاد به بيان للمجلس وأوضح المصدر نفسه أن جوجيل حل منتصف نهار اليوم بالعاصمة التركية أنقرة بصفته ممثلا للرئيس عبد المجيد تبون للمشاركة في مراسم تنصيب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تجدر الإشارة إلى أن الرئيس تبون كان قد كلف رئيس مجلس الأمة بتمتيله في مراسم تنصيب أردوغان عقب إعادة انتخابه رئيسا لتركيا حسبما أورده في وقت سابق بيان للرئاسة الجزائرية هذا وأدى الرئيس والتركي رجب طيب أردوغان السبت اليمين لفترة رئاسية جديدة مدتها خمس سنوات لتمديد حكمه على عقد ثالث وأقسم أردوغان بصفته رئيسا خلال مراسم بالبرلمان في أنقرة بشرف ونزاهة الأمة التركية العظيمة وتاريخها على حفاظه على وجود الدولة واستقلالها وأن يلتزم بالدستور وسيادة القانون والديمقراطية ومبادئ وإصلاحات أتاتورك ومبادئ الجمهورية العلمانية أعلن الجيش المصري في بيان مقتل ثلاثة من عناصر التأمين التابعة للاحتلال الإسرائيلي وفرض تأمين مصري السبت خلال تبادل لإطلاق النار على الحدود وقال جيش الكيان الصهيوني أن ثلاثة من جنوده ومسلحا قتلوا بالقرب من الحدود مع مصر السبت ولفت متحدث باسمه أن مجموعة تسللت إلى الحدود ما أدى إلى تبادل لإطلاق النار مشيرا إلى أن جنديين قتل رميا بالرصاص بالقرب من الحدود في ساعة مبكرة من صباح اليوم وأن المسلح والجندية الثالث قتل في مواجهة داخل الكيان الصهيوني بعد ساعة في السينيغال نقلت وكالة رويترز للأنباء عن متحدث باسم الشرطة قوله أن ستة أشخاص آخرين قتلوا الجمعة خلال احتجاجات مناهضة للحكومة ليرتفع إجمالي عدد القتلى في يومين من الاحتجاجات التي بدأت الخميس إلى خمسة عشر شخصا وكان تسعة أشخاص قد قتلوا في اجتباكات بين الشرطة ومكافحة الشغب وأنصار صونكو الخميس بعد أن صدر حكم بحقه يقضي بسجنه عامين بتهمة إفساد الشباب وصفته المعارضة بأن دوافعه سياسية انتهى الموجز شكرا لكم تبقى الروابط الإلكترونية للقناة في الخدمة إلى اللقاء اشتركوا في القناة